فيما يتعلق بقى بالعقرات والثروة العقرية ودي واحدة من الأشياء المهمة يعني كل الدول بيبقى فيه حاصر وفيه تسديل وبيبقى فيه زي بطاقة معروفة لأي شقة أي بيت أي مغزن أي قطعة أرض بتبقى مسجلة بتبقى معروفة معروف ملكياتها هي بتاعت مين بها المين تاريخ تسلسل الملكية بتاعها ده الحقيقة بيقضي على فكرة الاحتيال فكرة النصب فكرة التلاعب في الملكيات وما إلى ذلك فكل الدول بتبقى حريصة إن هي بتعمل هذا الحصر إحنا عندنا في مصر حاجة اللي هي الضرابة العقرية يعني فيه مأمور ضرابة العقرية بييجي العقار ده مسجل فيه المأمورية فبيبقى فيه عليه الضرابة العقرية وطبعا بيستسنى السكن الشخصي يعني أنا مقيم في هذه الشقة خلاص ما بدفعش عليها إنما لو لي عقارات تانية في نطال جمهورة مصر العربية طبعا بيتحصل عليها القيمة وفقا دي لجان التقدير النهاردة أعلنت وزارة المالية إن حصيلة الضرابة العقرية خلال أربع شهور اللي هو من شهر 7, 8, 9 لغاية شهر أكتوبر اللي فات بلغت حوالي واحد ونص مليار جنيه مصر ده بالنسبة لي لتلت شهور دول وطبعا دول بتتضيفه على أسطين من أول سنة لغاية شهر 6 ومن غاية شهر 6 لغاية نهاية شهر ديسمبر برحب الأستاذ ناجل سرجاني مستشار رئيس مصلحة الضرابة العقرية أستاذ ناجل مساء الخير يا فندم أهلا بحضرتك مساء الخير يا أستاذ عمر بزيار صحيتك أهلا وساء الله يخليه يا فندم ماذا يا فندم الوعي بفكرة الضريبة العقرية؟ الناس كتير يعني بيختلط عليها الأمر مش فاهمة يدفع هرفع الضريبة العقرية على إيه؟ أساس التقدير إيه وتظلم إيه؟ حتى الآن للأسف يعني هل أنتوا بتلاحظوا ده؟ تمام يا فندم هو طبعا بنلاحظ الكلام ده وإحنا بنحاول إن احنا برضو بنطلع في السوشيال ميديا في التلفزيون في الإذاعة بنشاهم الناس طبعا الصحيحية إحنا بالنسبة برضو لحصيلة تطريبة العقرية محايتك أو توضح إنها من شهر 7 لغاية شهر 31 بلغت حوالي مليار ونص فده برضو يثبت لحضرتك وعي الناس في سبب الضريبة العقرية إحنا برضو وفرنا للممولين ممولة ضريبة العقرية نقاط لتحصيل الضريبة العقرية إزاي؟ يعني مثلا بالنسبة لقرى السحل الشمالي والسخنة وكل الأماكن السحلية وفرنا إن إحنا نعمل نقاط تحصيل في هذه الأماكن يعني المأمور أو الصراف بيروح لهذه الأماكن مع الماكينة بتاعته اللي هي ماكينة التحصيل الإلكتروني وبيحصل الضريبة من ملاك الوحدات العقرية اللي موجودين في السواهل إن واحد يا فندم يعرف إزاي إذا كانت الوحدة بتاعته أو شايته أو ما إلا ذلك يعني سكن الأسرة اللي هو السكن الشخصي السكن ده بيبقى معفي اللي قيمته أقل من 2 مليون جنيه بيبقى معفي منه الضريبة اللي قيمته أقل من 2 مليون 2 مليون جنيه 2 مليون جنيه بالضبط سكن أسرة بيعمل 120 جنيه ضريبة سنوية وتسدد على قصفين طيب أنا آسف الفن في المقاطعة الـ 2 مليون جنيه دي على قيمة 8 شراء الوحدة وقت ما تم شراءها ولا دي بتحددها لجنة لا بتحددها لجنة بالسعر السوقي الحالي بالسعر السوقي للمتر في المكان ده الضبط حضرتك كده اللجنة دي بتبقى مكونة من واحد ضريبة عقرية واحد من الإسكان واحد من المحافظة أو من ممولة ضريبة العقرية اللي موجودين في المكان اللي احنا بنحصر فيه عشان يبقى فيها خيادية تم يعني ممكن يكون ساكن شخصي بس فوق الـ 2 مليون جنيه ففي الحالة دي بيدفع عليه ضريبة عقرية بالضبط بيأخذ على الضريبة اللي هو اللي فوق الـ 2 مليون جنيه بتصل لكام يخدم 2 مليون جنيه بالضبط بتوصل لو ساكن أسرة بتوصل لـ 120 جنيه في السنة 120 جنيه في السنة وتسدد على قصتين قصت من يناير ليوليا ليوليا وقصت من يوليا الى ديسمبر يعني 60 جنيه طب الناس فانم اللي هي مكسلة مش فهم الموضوع طول حضرتك يعني ما هو مش هيحصل حاجة ما هو ما حدش طال مثلا تجي طالبني بحاجة يعني هل بالتالي بيبقى هنا فيه يعني شيء بيضع مالك الوحدة تحت طائلة القانون بص انا حاول لحياتك وهو طبعا احنا الحمد لله بالنسبة لممولة ضريبة العقرية ناس ملتزمين جدا الا قلة يعني القلة دي بقى يعني احنا بنقول لها انت معاك فرصة غاية 31-12 عشان تسدد ضريبة بعد 31-12 بتفرض غرام التأخير غرام التأخير دي بتحدد بقصة البنك المركزي على اساس سعر الفايدة السائد في السوق حتى بقى الحقيقة فحيدفع الضريبة الضريبة والغرامة فاحنا بنقول لا انت سدد علشان ما تدفعش غرامة بعد كده حتى لو ما جالوش مأمور من مأمورية الضرائب كل واحد يشوف مأمور الضراب العقرية بتاعته فين ويسأل اذا كان الوحدة دي عليها ضريبة او لا الضبط حضرتك الضبط والمأموريات فتحة من الساعة تساعة صباحا حتى الساعة الثالثة اعصرها انا باشكو حيش طبعا اي حد يروح يسأل على ضريبته حيلاق المأمور في انتظاره وبيقوله الضريبة بتاعتك كذا طيب التصرفات العقرية برضو كنا لسه بنتكلم ان هي لا تطبق على القرى في الريف وفي النجوع وتطبق فقط على المدن ده بنسبة للتصرفات العقرية فان مش كده برضو عايزين نوضح للناس حاجة كيف فرق بين الضريبة العقرية وضريبة التصرفات العقرية تمام ضريبة التصرفات العقرية دي بتكون نتيجة بيع وحدة عقرية سواء كانت سكنية او غير سكنية كانت في القانون القديم قبل ما يتعدل كانت 2.5% وبتحصلها وبعدين اتعدل القانون بقت شرايح بتتحصلها مصلحة الدرايب المصرية وليست مصلحة الدرايب العقرية عشان برضو نوضح السورة للناس يعني فيه فرق بين احنا احنا الاثنين تابع وزارة المالية بس دي مصلحة ودي مصلحة في مصلحة الدرايب المصرية اللي هي مصلحة الدرايب على الدخل دي بتحصل ضريبة التصرفات العقرية اما مصلحة الدرايب العقرية بتحصل الدرايبة العقرية على المباني التعديل يطبخ وطبعا لسه بينظر في البرلمان يعني أنا بالنسبة برضو لضريب التصرفات العقرية أنا فاهم طبعا بس قد نستفيد من وجود حضرتك وكان لسه معنا النافي هو برضو حضرتك دي يرجع فيها إلى المستشار الإعلامات لكن حتى الآن بشكر الحقيقة على المعلومات الحقيقة قلتها الأمر غاية في البساطة بالنسبة للضريبة العقرية بفكرة أن أنا أعرف إذا كانت الوحدة اللي أنا ساكن فيها عليها ضريبة عقرية أو معلاج ده لو هي بـ 2 مليون جنيه وسكن شخص يعني ممكن يصل الضريبة بتاعتها إلى 120 جنيه في السنة على أسطين ولكن ده أشبه بالحصر أهمية أن يكون عندنا حصر يا أستاذ ناجي للمباني والصروة العقرية في مصر طبعا مهمة جدا جدا علشان أبقى أعمل حصر للصروة العقرية في جمهورية مصر العربية كلها أنا إلى الآن ما عنديش رقم لحصر لقيمة الصروة العقرية في جمهورية مصر العربية أنا لما بعمل حصر بيبقى عندي معلومة عن قيمة الوحدات العقرية الموجودة في الجمهورية كلها دي طبعا بتسهل لي في الحصول على خدمات كتيرة من الدول بتبقى منحة لقروض حاجات زي كده أنا باشك حركة فالم شكرا جزيلا أستاذ ناجي السرجاني نائم مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقرية ترجمة نانسي قنقر